اشتركوا في القناة هذا الذي يحصل هذا سببه التعصب وانغلاق العقل نموذج من هؤلاء هو هذا الذي سوف تستمعون إليه الآن واسمه إسماعيل العوفي وللأسف هو مشرف على طلاب وناشئ من الصغار ويدربهم على هذا الانغلاق وعلى هذا التعصب فلنستمع إلى ما يقول واحد رد عليهم من الشيعة واحد قام له يسلقي محاضرة عن التقارب وكذا قام له واحد من الحشوية قال له كيف أنت تدعون إلى التقارب وانتو عندكم مصحف ومصحفكم غير عن ناس وقرآنكم غير عن ناس جاوبه قال له يقول له يقول له ما كلنا هذا غلاة الشيعة ما كنا عندنا مصحف غير هذا غلاة الشيعة فرقة من غلاة الشيعة معنا عند الشيعة غير معتبرين أو عند الشيعة غير معتبرين ممكن تسمي لنا هالفرقة من غلاة الشيعة التي تقول بأنه عندنا قرآن غير قرآنكم ممكن تسمي لنا هالفرقة طبعا ما حد تسميها لأنه كل الاثنى عشرية يعتقدون بذلك مشايخ الاثنى عشرية كلهم يعتقدون بذلك وسوف نظهر الوثائق لأهم وأوثق مصادر الشيعة تقول بأن القرآن الذي نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم سبتعشر ألف آية أي فرقة هذه تتحدث عنها بدنا نعرف يا مسكين يا مسكين خلينا نكمل لكن يقول له أنت معنا ألم يرد في البخاري بأن سورة الأحزاب كانت تعادل إيش سورة البقرة والله أنا ودي أعرف وين هذه في صحيح البخاري أن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة ياريت جبلنا إيها من البخاري ياريت أو من مسلم ما عندنا مانع جبلنا إيها من أحد المصدرين ونتمنى ذك التوفيق يعني طبعا أنا أقول عدم العلمي ليس علما بالعدم أنا بحث وما وجد إذا أنت عندك أعطينا لكن أشك أنك سوف تجد نكمل وقات داقن يعني دابة من الدوب هذه من أغنام أو غيره قات معنا وأكلت صحيفة بو فيها مكتوب سورة الأحزاب وهذا بو بقي نصفين منها هذا هم بونا كانت تعادل سورة البقرة يعني نصفين نصف جزء من جزءين ونصف يعني جزءين راحا خلينا نشوف ماذا ورد في صحيح البخاري عن قضية الله عن قضية الداجن خلينا نشوف أولا في صحيح البخاري وأعتقد إذا في مسلم أن زيد بن ثابت يقول فقدت آية من الأحزاب آية من الأحزاب فقدت حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري وهي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذه الآية التي فقدت من سورة الأحزاب أما قضية الداجن وهي أن أن الداجن دخلت على البيت فوجدت ورقة مكتوب فيها آية ثم أكلتها هذا لا يضر القرآن لأنه لما جمعوا القرآن ما كان أبو بكر يبحث عن هذه الداجن اللي خطفت الورقة القرآن كان في الصدور ولا يضر إن كان القرآن في الصدور أن تضيع من مما كتب ورقة لأن الحافظ هو الله والحافظة كانوا كثر فلا تموه على الناس وتهمهم بأن التحريف في القرآن وقع لمجرد أنه ما عملوا حساب أنه داجن دخلت البيت وأخذت ورقة من المصحف يعيب الشوم عليكم يا أيها الجاهل حطيناك تعلم ولاد صغار أو الله يمكن الصغار هدول أفهم منك أفهم منك هؤلاء الصغار هيك يعني يعني القرآن إذا ضاعت الآن مثلا إذا أحرقت المصاحف مثلا في أفغانستان أحرقوا الروس المصاحف بيكون القرآن صار محرف ولو ولو أما رواية الداجن التي تتحدث عنها التي كانت تحت سرير عائشة رضي الله عنها وأنها دخلت وأكلت ورقة من مصحف فهذه الرواية رواها الطبراني في المعجم الأوسط وابن ماجة وصحيح أن الألباني قد صحح إسنادها ولكن الرواية عن ابن إسحاق وهو صدوق لكنه كان يأتي بروايتين يخلط إحداهما بالأخرى ولذلك قيل لأحمد بن حنبل ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله قال لا والله إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من ذا وهذا ذكره الحافظ بالحجر في عفوا الحافظ المزي في تهذيب الكمال ثم لماذا لا تحاسب الرافض الشيعة الذين وردت عندهم رواية في كتاب الكافي سقط مصحف في البحر فالتمسوه فوجدوا كل شيء قد ذهب منه إلا آية واحدة لم تبقى في هذا المصحف اللي سقط في البحر إلا آية واحدة ألا إلى الله تصير الأمور ليش ما تحاسب الشيعة الآن تقولهم قرآنكم محرف الآن لأنه سقط القرآن في البحر هذه سخافة ولا يلجأ إلى مثل هذه الاستدالات إلا رجل فارغ من العلم فارغ من الحجة وبدأ ينسحب من القاع شيئا فشيئا الحشو هذه طبيعتهم التهرب قال له لا تذهب لا تتهرب أنا سمعت كلامك حتى أنهيته وأنت اسمع كلامي حتى أنهيه هذا موجود عندهم هذه الأباطين موجودة مروية في البخار هذه الأباطين مروية عندهم في البخار بأن سورة الأحزاب هذه حالها كانت كانت جزئين ونصف معنى أكثر عن سورة البقرة كانت وهذه الآن بصافينة جزئين جزء نصف جزء فقط ما عجيب هذه الزيادة ويزيدوها على كيف وفي الكتاب العزيز نعم أما بالنسبة للروايات في أن سورة البقرة الأحزاب كانت تعديل سورة البقرة هذه فيها روايتان على ما أعلم الآن إحداهما من طريق يزيد ابن أبي زياد عن زر ابن حبيش عن أبي بن كعب قال كم تقرؤون سورة الأحزاب قال بضعا وسبعين آية قال لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها وأن فيها لآية الرجم هذه الرواية فيها يزيد ابن أبي زياد تهينا وهو ضعيف هاشمي كوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقى وكان شيعيا فهمت يا أسماعيل هذه بضاعتكم ردت إليكم كان شيعيا تهينا فهذا بتلوم هو الشيعي اللي أتى بهذه الرواية اللي تجعلها أنت دليلا على وقوع التحريف عند أهل السنة الرواية الأخرى جاءت من طريق عاصم بن بهدلة كذلك عن زر ابن حبيش قال قال لي أبي بن كعب نفس الشيء تقريبا تشبهها قال لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها والشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما البتة هذه شو الرواية شو فيها عاصم بن بهدلة نعم وإن كان صدوقا إلا أنه له أوهام وقد تفرد بهذه الرواية ولا يقبل من عاصم ما يتفرد به تهينا الآن طيب شو في عنا بعد عندنا 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 شو اسمه هذا أطفيش أطفيش ماذا يقول أطفيش خلينا نشوف بس لحظة نشوف أطفيش أطفيش يقول نفس الكلام أطفيش يقول أنه كانت سورة الأحزاب تعديل سورة البقرة ها إذا ماذا نقول الآن إذا كانت تعديل سورة البقرة هذا وجدت الرواية قال ومما نسخ لفظه وحكمه عشر رضعات معلومات يحرم وكثير من سورة الأحزاب إذا وين حطها أطفيش بالتحريف ولا بالنسخ شفت كيف يا أيها الجاهل أطفيش يقول إذا كان هناك سورة الأحزاب تعديل سورة البقرة فهذه داخلة في النسخ مش في التحريف أردت أن تلزمنا فوقعت الآن في الإلزام فيلزمك أن أطفيش أقر بتحريف القرآن شفت كيف وكانت كل بقرة مين عم يقول هالشي أطفيش أطفيش يقول للإباضي وكانت تعديل سورة البقرة مجلد الأول صفحة 124 شو رأيك الآن بس السنة اللي إذا قالوا الأحزاب كانت تعديل سورة البقرة بيصيروا محرفين للقرآن لكن أطفيش ما بيكون ولو شفت بالرغم لو سلمنا أنه هناك مساواة بين سورة الأحزاب والبقرة هذا داخل في النسخ والله ينسخ ما يشاء ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها النسخ النسخ ليس تحريفا مين اللي بيقول النسخ تحريف صاحبكم صاحبكم الخوئي الخوئي هو الذي يقول بذلك الخوئي ماذا يقول شوف الخوئي ماذا قال الخوئي 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 هذه أيوة الخوئي يقول أن القول بنسخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا تحريف وهو تورد في ذلك لأنه رواية والشيخ والشيخة إذا زنيا موجودة في كتاب الكافي بإسناد صحيح فهو وقع فيما أراد أن يلزمنا فيه مثلك تماما سبحان الله كأنك خوئي تماما هكذا ترون أيها الأحبة أراد أن يبرئ الشيع من القول بتحريف القرآن واستخدم طريقة الخوئي في إلزامنا لقولنا بالنسخ إلزامنا بالتحريف يعني كان مطابقا لفعل الخوئي لكن تورط الآن يلزمك أن أطفيش أيضا يقول بتحريف القرآن على مذهبك على مبنك على قولك تماما طيب إذن انتصر هذا الرجل الشيعي وجعل السني عم يعمل سيناريو الآن حوار بين الشيعي وبين سني فانتصر للشيعي وبيّن أن الشيعي حجته قوية وأن السني حجته حجته هزيلة وأن السنية هو أيضا ملزم بالتحريف لكن الشيعي لا هاي طائفة غير مقبولة ونية الطائفة هاي لن يأتي بجواب على هذا ونتحدى لأن القول بتحريف القرآن مذهب إثنى عشري رافضية أيها الجاهل إذن إذن ماذا حدث الآن صار منتصرا لمن قال بتحريف القرآن عدوا لمن دافى عن القرآن ليش لأنه نحن فعلا نعادي من يقول بتحريف القرآن فأنت وافقته وليته وعاديتنا يا أيها المسكين هذه ناحية الناحية الأخرى أننا سوف نأتيك الآن بأصح ما رواه الرافضة في كتابهم كتبهم وأهمها كتابهم الكافي في كتاب الكافي الكتاب الكافي بتحقيق مرآة العقول للمجلسي المجلد 12 صفحة 25 و25 يقول للمجلسي عن هذه الرواية التالية إنها صحيحة موثقة وهي إن القرآن الذي نزل به جبرايل على محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية قال المجلسي موثق وتدل هذه الرواية على وقوع النقصان والتغيير في القرآن خلونا يعني حتى تعرفوا الآن هذا الجاهل كيف يفتري لأن الإباضية نشأوا على التعصب وعلى الحقد شوف أول ما تكلم قال جاءه حشوي هذه طريقتهم هذه طريقتهم في نبز أهل السنة بالألقاب الباطلة من أجل ماذا؟ لماذا؟ للتشنيع عليهم والله هذا يدل على أننا على الحق فنحن نتصدى علميا من جهة العلم يعني من الناحية العلمية لكم أيها الإباضية وللرافضة ولكل ملة باطلة وللأشاعر وللمعتزلة وللزيدية ولله الحمد قائمين على الكل وهذا يزيدنا ثباتا أننا نحن على الحق يعيب الشوم عليك جالس الدافع عن هؤلاء الذين قالوا بتحريف القرآن خلينا نستمع إلى بقية دراره يعني نصفين نصف جزء من جزئين ونصف يعني جزئين راحا وبدأ ينسحب من القاع شيئا فشيئا الحشو وهذه طبيعتهم تهرب قال له لا تذهب لا تذهب لا تتهرب أنا سمعت كلامك حتى أنهيته وأن تسمع كلامي حتى أنهيه هذا موجود عندهم هذه الأباطين موجودة مروية في البخار هذه الأباطين مروية عندهم في البخار بأن سورة الأحزاب هذه حالها كانت كانت جزئين ونصف معناه أكثر عن سورة البقرة كانت وهذا بصافنا جزئين جزء نصف جزء فقط شفتوا التعصب بارك الله فيكم الآن الشيعي قوي لا تهرب تعال أنا سمعت كلامك كله يلا هات الدليل ثم يقول جزئين ونصف من القرآن طاروا ما شاء الله جزئين ونصف من القرآن طاروا ومن صحيح البخاري منتظرينك مستعدين أن نتظر نصف قرن لا ربع قرن مستعدين أن نتظر ربع قرن إن شاء الله طلع لي قرونك وطلع لي الرواية من صحيح البخاري نكمل إن شاء الله معناه أكثر عن سورة البقرة كانت وهذا بصافنا جزئين نصف جزء فقط ما عجيب هذه الزيادة بوزيدوها على كيفهم في الكتاب العزيز نعم الله لا ينعم عليك الله لا ينعم عليك أما عن تحريف كتب الرافضة فحدث ولا حرج ما زلنا ننتظر ماذا ما زلنا ننتظر أن يأتينا من صحيح البخاري أن سورة الأحزاب كانت ماذا كانت جزئين ونصف تزيد على سورة البقرة ننتظر حتى تأتينا بالدليل على ذلك أما إلى أن ينتهي موعد الانتظار سوف نتحفكم يا معشر الإباضية بأهم ما ورد في كتب الرافضة من التصريح بتحريف كتاب الله موثقا من كتب القوم وبالله توفيق انظروا إلى هذا الكتاب مرآة العقول تحقيق أحاديث كتاب الكوليني كتاب الكافي يقول عن الرواية أن القرآن 17 ألف آية موثقة وأن كثيرا من هذه الأخبار الصحيحة صريحة صحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة يا عيني شفت يا أخوان متواترة قال بتحريف القرآن هذا أصح الكتب كتاب الكافي وتصحيح المجلسي يعتبر أصح التصحيح وهنا يصحح الرواية ويأتي بشيء من الفقه الرافض يضعه عليها وهو أنه ما في شك أن القرآن محرف ناقص ومغير نشوف غيره الآن عندنا هذا الكتاب كتاب مشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب الإخبارية يقول فالحاصل من طريق أهل البيت عليه السلام أيضا إن لم تكن متواترة على أن القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد شوفوا ليسه بتمامه نعم بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو محرف ومغير وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في تفسير علي بن إبراهيم يعني قصده تفسير القمي ما شاء الله شوفوا الفقه الشيعي نعم إذن كتاب الله عز وجل عندهم محرف يأتينا كتاب آخر وهو كتاب الأنوار النعمانية ماذا يقول في هذا الكتاب إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون القل وكون الكل قد نزل به الروح الأمين ماذا ماذا يلزم منه يفضي إلى طرح الأخبار يعني رمي الأخبار المستخيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها كتاب آخر وهو تفسير القمي في هذا الكتاب في مقدمة هذا الكتاب يتكلم عن القرآن يقول ومنه على خلاف ما أنزل الله من كتاب الله على خلاف ما أنزل الله طيب شو كمان ماذا منه أيضا ومنه ما هو محرف ثم ضرب أمثلة لذلك الأمثلة على ذلك مثل يا إيه الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وين في علي ليش مش موجود في علي يعني وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت يا عيني يا عيني شفت يا أخواني الكرام شوفوا بماذا امتلأت كتب الرافضة نأتي هنا إلى كتاب آخر شوفوا هذا الكتاب خلينا نشوف تفسير العياشي وفيه يقول يتهم عثمان بأنه حرف كتاب الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هذا ما يقوله طيب أوائل المقالات ماذا يقول في أوائل المقالات يقول أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن اختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان الحذف والنقصان ثم يأتينا بعد ذلك هذا صاحب كتاب فصل خطاب في إثبات كتاب في إثبات تحريف كتاب رب الألباب ماذا يقول في هذا الكتاب يقول المقدم الثالث ذكر أقوال علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين في تفسير القرآن يقول فاعلم أن لهم في ذلك أقوال مشهورة لنا الأول وقوع التغيير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل شوف وقوع التحريف والنقصان فيه مذهب مين الشيخ الجليل علي ابن إبراهيم الشيخ القمي شيخ الكليني في تفسيره صرح بذلك في أوله وملأ كتابه به من أخبار من أخباره مع التزامه في أوله أن لا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته إلى آخر ما يقول المهم أنه يقول أن هذه الروايات كثيرة وأنها صريحة وصحيحة يصحح القول بتحريف القرآن ويترضى ويفخم من يقول بتحريف كتاب الله عز وجل عندنا هنا رواية من كتاب الكافي للكليني اللي فيها وإن عندنا لمصحف فاطمة والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد نعم ثم يقول بعد ذلك في يقول فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات يعني يطلق أضعاف شوفتوا كيف يا أخوان هيدا اسماعيل عوفي ما أذي ما رأى هذا كله ولا نعمى بسبب حقده على السلفية نعمى أيضا في هذا الكتاب كتاب إيش البيان في تفسير القرآن لمن للخوئي ماذا يقول الخوئي بارك الله فيكم يقول مع رواية التحريف إن هذه الروايات لا دلالة فيها أو شيء يقول إن الروايات متواترة عن أهل البيت قد دلت على تحريف القرآن شوف متواترة فلابد من القول به هذه شبهة كأنه أوردها كشبهة والجواب إن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه وتوضيح ذلك إن كثير من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب إلا هم في استثناء أن كثرة الروايات تورث القطع بصدورها بصدور يعني هذه الرواية التي تتضمن قول بتحريف القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليه السلام ولا أقل من الإطمئنان بذلك وفيها مروي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها ثم بعد ذلك يأتينا لعله أن يكون آخر شيء كتاب لؤلؤة البحرين لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث وفي هذا الكتاب يوجب الاعتقاد بتحريف القرآن ثم يقول والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها بسم الله ما شاء الله شفت يا أخوان هذا ما يعتقده الرافضة نحن أوردنا هذه الأدلة من الكتب المعتمدة المأمونة عند هؤلاء نعم وبالله التوفيق وهكذا أيها الأحبة رأينا كتب الرافضة كيف تتبنى القول بتحريف القرآن وتعتقده أشد الاعتقاد بل وتجعله من المسلمات في العقائد وأنهم إذا أنكروا وقوع التحريف أنكروا الروايات التي تتضمن أيضا أحكاما إذا بطلت هذه الروايات التي تقول بالتحريف بطلة الروايات التي تتكلم عن الأحكام من حلال ومن حرام ولهذا استمرأوا وأشربوا القول بتحريف القرآن في هذا كفاية أنا أعجب من هذا العداء الشديد لأهل السنة يعني الشيعة عندهم القول بتحريف القرآن عندهم الاستغاثة بالأموات عندهم بدع عندهم مصائب جمة على الأقل إذا بدكم تعادونا خلوا عداءكم لنا يساوي عداء هؤلاء ولو نحن معنا شرك هم عندهم شرك على الأقل يعني لكن تبرئونهم من كل شيء ولا تردون عليهم وينصب كل همكم على الطعن فينا هذا يدلوا على أنكم على باطل ولم تعرفوا لا الحق ولا الاستقام والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر